الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب الرابع والتسعين بعد السبعمائة باب صفة إبليس وجنوده وقلنا في الباب عدة أحاديث هذا الحديث الثالث فيه برقم الرابع عشر بعد التسعمائة عن سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهم احمر وجهه وانتفقت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان تعوذ بالله من الشيطان فقالوا هل بي جنون هذا الحديث سليمان ابن سرد وبعضهم قال ابن سرد بفتح الراء كان من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليه وهو ممن شاهد وقعت صفين مع علي رضي الله تعالى عنه وعامل كاتبا للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما واستشهد في سنة 65 من الهجرة وعمره 73 سنة رضي الله تعالى عنه معنى الحديث أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم وتشاتم وسب كل منهما الآخر واشتد بأحدهم الغضب ظهرت عليه هذه الآثار احمر الوجه من شدة فوران الدم وغليانه انتفخت العروق العروق العنق ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما واقع له من شدة الغضب فقال لأصحابه لو قال هذا الصحابي كلمة واحدة لاستراح وهدأت نفسه وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا؟ لأن الغضب نزعه شيطانية نزعه شيطانية يعني تدفع صاحبها إلى الانتقام ارتكاب الأفعال الإجرامية وتخرج الإنسان عن حالاته العادية يأتي ببعض الأعمال الجنونية ربما إنسان غضبان يقطع ثوب ويكسر آنية يشتم من أغضبه ويطربه بل يصل الأمر إلى القتل يعني فإذا استعاذ العبد بالله واعتصم به الله عز وجل يحميه من الشيطان أعوذ يعني أطلب الحماية أطلب اللجوء من الله سبحانه وتعالى وبالتالي من يلجأ إلى الله بالاستعاذة الله سبحانه وتعالى يمنع تسلط الشيطان عليه قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان فالصحابة نقلوا هذا الكلام لهذا الصحابي وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقالوا هل بي جنون إنه يقال هذا كلام من لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجانين ولو يعلم أن الغضب من نزعات الشيطان والاستعاذة تذهب الغضب وهي من أقوى سلاح على دفع كيد الشيطان لكنه لم يستطع أن يفهم ذلك هذا الحديث له دلالات كثيرة يدل على أن أقوى علاج لتسكين الغضب والقضاء عليه هو الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الاستعاذة هذه لابد لها أحوال لابد أن تعلم قدر ربك ولابد أن تعرف ماذا ضعفك ولابد أن تستكين في ذلك عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى يعني علم وعمل وحال ثلاثة أشياء أما العلم فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء والقادر على كل شيء ويستطيع أن يغير ما شاء يقول للشيء كن فيكون فبنعرف أن الله هو القوي القادر هذا العلم والعمل أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحميني من شر الشيطان والحال كيف أطلب من الله سبحانه وتعالى أظهر ضعفي أمام قوة الله سبحانه وتعالى وكلنا يحفظ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ليس فقرا مد فقط إنما الفقر في كل شيء فمن استعاذ بالله من الشيطان بنية صادقة وعزيمة قوية ويقين وإخلاص ويقين وإخلاص لأن الاستعاذة أقوى سلاح لمحاربة الشيطان وبالتالي بيمنع الإنسان من الوقوع في استمرار الغضب يتشف في الانتقام ولذلك قال أبو الدرداء في الحديث قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل للجنة قال لا تغضب ولك الجنة لا تغضب ولك الجنة روه الطبراني في الكبير وفي الأوسط ليه؟ لأن الغضب بيولد الحقد والحقد بيأتي بالحسد وبعد ذلك يأتي بإضمار السوء وهاجر المسلم لأخيه المسلم وبالتالي يمنع حقوقه تظهر أثار الغضب على سلوك الإنسان وتصرفاته الشخصية من ضربه وقتله ونحوه وبالتالي هذه أمور صعبة جدا حكي أن بعض الملوك كتب في صحيفة قال ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب ثم دفعها إلى وزيره وقال له إذا غضبت فادفعها إلي أعطيني إياه فجعل الوزير كلما غضب الملك دفعها إلي فنظر فيها فيسكن غضبه دائما الإنسان يتذكر من ضمن الإلاجات المطروحة للإنسان الغضوب كلنا بيحمل تلفونات يضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل حديث أبو الدرداء الذي ذكرناه الآن دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة أي صفة من الصفات اللي عند الإنسان الغير محمودة عند ربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يضعها على شاشة الكمبيوتر يضعها على شاشة التليفون وكلما فتح كلما نظر فيها تذكر مع الأيام سيتغير ذلك الطبع إن شاء الله الأمر الثاني وجود الشيطان موجود ومتصلت على الإنسان بإثارة الغرائز والوسواس ولذلك أمرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن وأن يحمينا وإياكم واجعلنا من أهل الجنة اللهم أمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر